ترأس وزير البترول والثروة المعدنية طارق المل اجتماع اللجنة العليا للمشروعات البترولية لاستعراض موقف تقدم الأعمال الهندسية والإنشائية لعدد من مشروعات التكرير والبترو كيمويات الجديدة الجاري تنفيذها وخلال الاجتماع أكد وزير البترول على أهمية تلك المشروعات لما تحققه من قيمة مضافة ومن دعم للاقتصاد الوطني ووجه بدرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ مراحل المشروعات الجديدة وفقا لأعلى معايير الجودة من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة والعمل على تدليل أي تحديات قد تؤثر على مراحل التنفيذ